السلام عليكم شباب تلت السنة وان شاء الله هنكمل مع بعض حل امتحانات فاضل لنا الامتحان اللي في اتكنا ندقى اللي هو رقم 8 امتحان السنة اللي فاتت وفاضل امتحان التاسع بس وبيت الامتحانات كلها نزلت والمراجعات كلها عندك شرح وحل اول سؤال بيقولك which graph represents the correct relation between the electric potential difference across the two terminal of fixed resistance اللي هو الفورتوميتر اللي تحت ده وقرية الامتحان طبعا هو هنا ما قالكش ولا مين بيزيد ولا مين بيقل بس احنا دايما بنمسك x-axis بنقول بزيادة x-axis ايه اللي بيحصل لو i-axis يعني لما الكرنت يزيد ايه اللي يحصل لقرية potential difference هو ال v ده موجود على resistance فهو قانونه ifr فاما الاي تزيد اللي هي قرية الامبير تزيد ال v direct معاها يبقى هنختار اخر اجابة فجر ال street closed electric circuit when switch key is opened طب احنا عندنا دي البتاري الكرنت هيجي تقسم جزء فوق وجزء تحت وهيرجع تاني للبتاري اللي اتنين كرنت اللي تقسمه دو فهو بيقولك اما السويتش يتفتح هو دلوقت اما السويتش ده تفتح يبقى resistance دي تلاغت فانا كان عندي resistance دي ودي برال اللي بعض كان عاملين لي نص R دلوقت دي تلاغت فبقيت R بس يبقى بسم الله الرحمن الرحيم كده R زادت فالi هتقل فقرية الامبير لازم يحصل لها decreasing طب بالنسبة للفولتوميتر الفولتوميتر ده موجود على بتاري فقانونه وفي بي ماينس IR وعارفين اما الكرنت بيقل الفي بي يزيد هما انفرز مع بعض يبقى اول اجابة figure present part of closed electric circuit the equivalent resistance of showing combination بكم طبعا الكرنت جاي من هنا هيتقسم مرة 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 او عحد يقولك ان دي هتتلغي دي هتتلغي امتا لو كانت resistance دي عاملة كده كانت تلغيت بس دلوقتي احنا عندنا ال3 دي وده مع بعض بتوق R ده وده مع بعض بتوق R و الر و الر برد اللي لبعض عايز تعملهم 1 over 2 plus 1 over 1 plus 1 over 2 هتطلعلك الاجابة ب 2 بعد ما تشقلبها هتبقى half اللي هي 4 على 2 في حد هيقول لين هاخد النص ال2R دي وال2R دي اعملهم الاول برلل مع بعض هيبقى بR وياخد الR اللي هتطلع مع الR دي هتبقى نص R برده زي شوى انكلوز الالكتريك سيركيت الرشوى بين I3 ل I2 كان انت دلوقتي لو جيت عملت KVL في اللوب دي هتلاقي معاك VB وهتاخد I في الR دي positive 2 I3 positive 4 I2 بالnegative ولو عملت KVL في اللوب دي VB برضو positive 3 I1 positive 4 I2 بالnegative لو جيت عملت 2 I3 equal 3 I1 وده اللي هيحصل لو اشتغلت في اللوب اللي برا دي هتلاقي ان مفيش V وهتلاقي مثلا ان 2 I3 positive 3 I1 بالnegative لو اديت دي الناحة التانية هيطلع لك ده فواضح ان احنا لازم نفكر برا الصندوق شوى احنا عايزين I3 و I2 فانا هشتغل في اللوب ده كده انا جبت علاقة I3 بالVB وأقوم اشتغل في اللوب ده كده انا جبت برضو علاقة VB بال I2 تعال كده نشوف هنعمل ايه هنشتغل في اللوب ده هتاخد VB دي positive وال2 I3 positive بعد كده هتيجي تشتغل في اللوب ده عشان تاخد I2 هتلاقي عندك ان 2 VB وفي VB تاني من minus وهتلاقي 4 I2 بس VB minus 1 VB 1 VB اعمل ratio هتلاقي VB رحت مع VB وال2 رحت مع 2 هيبقى 1 equal I3 على 4 I2 الفور تطلع هنا من multiply فتبقى I3 على I2 4 اللي هي تعتبر 4 over 1 figure present two longest rate current carrying parallel wire A و C which of the following choices present the intensity and the direction of the current in wire C produce neutral point عند Z احنا طبعا نعرفين neutral point في النص لازم يبقى حين مينوس فلازم من اثنين ما في same direction يبقى هي في same direction زي wire A وعارفين ان I على المسافة لازم تبقى I على مسافة يعني I على 1 X equal 2 Ampere على 4 X هتطلع لك الإجابة ب half وقلنا في same direction graph present relation between magnetic flux density of axis of number of spiral coil L و M و N O current intensity I plus rosen يعني هما نفس current اللي معدي فيهم if you know that all coil have same number of turns we have same magnetic permeability عايز انهي عنده small strength طيب هو طبعا هنا current واضح انه مش ثابت انه هو بيتغير ده اللي ثابت بس number of turns and permeability احنا عارفين انا كنون flux بتاع coil mu N I عليه على L هو عمل لك علاقة بين B وال I A D B على I وهيلك number of turns and permeability ثابتة فاللي هيبقى لك one على L اللي I نزيت هنا بالdivided هيبقى لك one على L اللي احنا حسبناه ده السلوب فكده السلوب inverse مع اللينس فاللي عنده اكبر سلوب عنده اصغر لينس واللي عنده اصغر سلوب عنده اكبر لينس وعايز اصغر واحد يبقى الاجابة N اللي هي الاجابة A using the data listed in the post figure one and two وتشوف the following relation represent correctly the relation between magnetic flux dynasty B في بوينت C1 و بوينت C2 دول two wires في السلم direction وإحنا عزين نقطة في النص با هنعمل minus فهنعمل mu I على two by D ومرتين minus بعض mu I على two by D طيب مرة I هنحطها two I والمسافة هنسميها R والمسافة هنسميها R ناخد common factor اللي هي mu I على two by R هيبقى النا هنا one وهنا two فتعتبر كأنها بone مش هناخد النيجاتيف لأن النيجاتيف ده direction وإحنا دلوقتي ملناش ضعب ال direction هنجي هنا هنلاقي ان هما الاثنين عكس اتجاه بعض برضه فهنعمل minus بس القانون mu I على two R minus mu ni على two R قيلنا ان الاثنين ring فشيري الان وشيري الان ومرة الميو هنا two I والمسافة R بس ومرة هنا current one بس المسافة two R يعني two for two by four R لو خلنا الميو I على two R common factor هيبقى النا هنا اثنين وهنا يعتبر نص وندربه في الهاف دي هيتلع علينا كأنه 75 يعني ثلاث تربع ميو I على R لكن هنا عشان برضه قارن new I على R انت معاك one على two by one على two by اكبر ولا ثلاث تربع اكبر اعمل كده one على two في ال by هتطلع لك الاجابة 0.15 يبقى الفلوكس بتاع C2 هو الاكبر يعني اخر اجابة انزا شو انت فيجر if where X افكت بمجنيتك فورس بير يونت لنس يعني اللنس عند حضرتك بone ميديك الفورس دي وناحية اليمين due to effect of magnetic flux result from passing current فوي اعايز magnitude direction طيب معنى ان هو يتأثر X بفورس ناحية اليمين يعني دول كده repulsion force يعني الاثنين عكس اتجاه بعض عشان يبقى في النص بلاس وبره minus وهو بيروح ناحية اتجاه لايه الفلوكس الاقل طيب الفورس قانونها ايه قانونها two of timber negative seven i1 i2 l على المسافة بينهم هو متدهاك الفورس بال two of timber negative six ودي الرقم السابت ودي current اليمين باثنين امبير ودي current التاني واللنسب واحد والمسافة اللي هي zero point five اللي هي خمسين سنتي هتطلع الاجابة اثنين ونص وانا انها downward يعني الاجابة بي جالبانومتر maximum reading بتاعه 0.01 وده اي جي اتوصل بريزيستر الفين to convert it into voltmeter يعني ده ال RM so the maximum potential difference that can be measured by voltmeter 20.5 يبقى دي ال V total كلها ب 20.5 in order to measure maximum potential 10.4 the 2000 resistor must be replaced by resistor cam كام قانون بتاع multiple resistance كان V اللي قدر يسهل voltmeter minus VG على IG احنا معانا RM2000 وال2000 دي قدرت تقيس 20.5 بس انا معرفش ال VG كام والIG 0.01 ممكن تعود هنا بدل VG دي IG في RG ممكن نحط مكانها IG في RG وادي ال IG واحسب ال RG على طول هتطلع ال RG في 50 نيجي نعود تاني في القانون ده بس المرة دي عايزين ال RM اللي تخليه يحسب 10 و ربع واحنا معانا ال IG وحسبنا ال RG وادي ال IG تاني هتطلع الاجابة 175 in the of that figure if the shunt is replaced is replaced to increase the sensitivity of the device keeping the current constant which of the ratio below increases هو دلوقتي هيغير الشنط عشان يزود السنسيتيفتي يزود السنسيتيفتي يعني ال current maximum يقل يبقى هو لازم يقلل الشنط وانما يقلل الشنط الفركشن ده كله هيزيدي بهيه دي اللي جابه الصح at the moment of moving magnet in either of the two direction one and two with the same speed قالك فيه نص vb is induced which was the following choice is the correct moment at the moment of moving the magnet ههو مبدئين كده هنا فيه بطريتين عكس بعض هيتعامله minus يعني كان هنا فيه 1vb ده لو تحرك ناحية الشمال هيعمل هنا north هيعمل هنا south بدل من flux ناحية الشمال ناحية اليمين فهتلاقي current induced نازل لتحت في نفس اتجاه current main لان احنا current main هنا هو نفس اتجاه الكبيرة في كده عضايتها هتزيد ده لو تحرك في اتجاه 1 الاضاقة هتزيد تعال نكتب هنا brightness هتزيد طب لو تحرك في اتجاه 2 يبقى هنا هيعمل south وهنا north عشان يبقى forward الفركسين زي بعض فهتلاقي current upward فهتلاقي current العكس فساعتها الاضاقة اللي هيحصل لها هتقل هتلاقي الكلام ده موجود صح فاخر واحدة برايتنس هيزيد لو تحركنا في ديريكشن 1 فجر السترات مغنيت موينت with velocity v to lift toward the solenoid connected by galvanometer but there is no current is induced in the coil this is the unit solenoid كان بتحرك ازاي اكيد نفس السرعة في نفس الاتجاه figure present wire AB that has resistance half و هتنساها دي بيتحرك بربنديكولر عن magnetic flux 0.2 تسلا in order to obtain induced current 0.1 moment of wire motion و must move بفلوست كام طبعا ال i equal VB على R وال VB هنا بلف على R current ندولك ب 0.1 flux 0.2 اللي انساها الرسمة 40 سنتي اللي هي 0.4 والفي احنا عايزينها والresistance بهوف shift solve هتطلع لك الاجابة 2.5 متر per second opposite figure present uniform magnetic field act على PQ that is placed in the same plane if the direction of induced current كان من Q الب من Q ل B عايز ال direction of motion كانت كام طالما induction بعيدك لمن الفلوكس لفوق ناحية السقف والcurrent من Q لB هيبقى ال direction of motion هو عنه واحد هيبقى هو سري وخبالك سري هي ايه هي بيها AC solenoid consist of 200 turn H الarea بتاعته 0.2 rotates magnetic flux 0.02 rotation 6000 per minute دي جي منها frequency هتعمل عدد اللفات على الطائم لو هو 60 هيطلع لك frequency má طب هو طب هو يعني كان N, B, A 2 by F over root 2 تعال نعوض فوق هنا ال N بكام ال N ب200 ال B ب0.02 ال Area ب0.02 برضو ودي 2 ودي ال B وال F جبناه ب100 كل ده على root 2 هتطلع اول اجابة اخب بالك هو ال B ادالك ب3.14 عشان الرقم يطلع لك بالزبط The graph of present relation between change for magnetic flux لالف اي ام that is intercepting the coil versus time if you know that the coil can become 210 عايز average inducing MF within time interval 0.2 طبعا 0.2 ده half cycle احنا كان عندنا half cycle حاجة من 2 ياب 0 ياب MBA for F طيب كان امتا كده وامتا كده ده لو ال coil بدأ barril ده لو ال coil بدأ barbendecler هو هنا ال coil بدأ 0 phi M يعني بدأ barril يبقى الإجابة 0 لو كان بدأ barbendecler كنت هتروح تعود في القانون ده ال N معاك وB A اللي هي 30 بس 30 ميلي والF كنت هتجيب من ده البرودك time 0.4 وتشقلبها لشان تجيب frequency كنت هتعود كانت تطلع لك 60 two adjacent coil in the motion inductance between Zim is two هنا graph represent relation between the change of electric current في primary coil والTIME وتشوف زي فرن graph represent change مبين ال induce direct motor force مع i وهنا l-I كانت بتقله لو بزيد l-I كانت بتقل واما الاي تقل يحصل فورورد ولا باكورد لا يحصل فورورد مفيش فورورد ثابت غير الاجابة دي بس برضو احنا محتاجين نحسب الفور عشان ممكن يبقى هو لطيف ويجيب لك كزا جراف كلهم فورورد طيب احنا دلوقتي الامف بتاعتنا كانت ناجاتف ام دلت اي على دلت اي الام هم دلك باتنين والاي عاد تي وانت نزلت من اربعة الاتنين يعنى دي فور سوري ايت مينس تو دا دلت اي والدلت اي حصلت برضو في كام ثانية ثلاث ثواني هتطلع لك الاجابة باربعة يبقى الاجابة دي افزا شانت رزيستنس انزهوت وارع ميتر بلس دي بقى نظر السمولر فاليو يعنى الشانت رزيستنس قلت كيبينج الافكتف فاليو في زي لكتر الكارنت فلوينج اس كونستنس بيسأل على السيرمال باور هو انت دلوقتي عندك ده وانت ركبت له شانت اصغر فمعنى كده ان جزء كبير من الكارنت هيعدي هنا وجزء صغر هيعدي هنا فانت كده هتقلل الجزء اللي هيعدي في بلاتن فهتقلل الباور طب الريزيستنس ساعد ده كل ما البارل الصغر كل ما التوتا صغرت يبقى اللي جابة بيه فجر شو ثلاثة سيركت كونتين كاباستر بـ 200 مايكرو فراد عايز الفاليو بتاعت الاندكتف اللي هي ال اللي هي بالهنري ومديك الباوي طبعا احنا عارفين اللي جزء من مين من الريزيستنس فهنعود في القانون ده ادي ميت هيرتز ودي وان ودي تو والباوي قالك سري بوين فورتين هو عايز الال والسي اخد بالك بـ 200 بس مايكرو يعني تم تمبو نيكتف سيكس تحت الايه تحت الفريكشن تحت الروت يا ربي هتطلع الاجابة بي بي The graph of effective current versus frequency for alternating current circuit in which non-inductive omic resistance وinduction coil ما عندوش resistance وكباسيتور متوصلين يعني RLC circuit متوصلين series as in the shown figure الpoint where the potential difference between the two ends of the capacitor greater than voltage حوالين كويل عايز V كباسيتور اكبر من V كويل احنا عارفين ان الخط ده هو خط مين هو الخط بتاع الresonance ده الresonance circuit ودي XL ودي XC ولازم يتقابله مع بعض الarea دي XL اكبر من XC لكن الarea دي XC اكبر من XL هو عايز ايه هو عايز ان S اكبر من L يبقى هنختار 1 و 2 اللي هي الاجابة C فوتون Frequency بتاعته كزا وعايز Linear Momentum كان قانونها M في C او energy على C او H Frequency على C او هنستخدم هنستخدم القانون وهو معنا Frequency هنستخدم القانون ده يبقى Linear Momentum H 6.625 Time 10 power negative 34 Frequency متدرك 4.2 Time 10 power 14 والC حضرتك حافظها 3 time 10 power 8 هتطلع لك الاجابة 9.27 time 10 power negative 28 كاثد ريتيوب work potential difference 2000 والأناذر work potential difference 8000 الرش ما بين الوافلنس associated مع الميتد في الفرست على الوافلنس بتاعت السيكند طيب احنا عارفين ان الـ EV اللي هي قانون قانيتك energy كان في قانون تاني في الوافلنس الاسوشياتد اللي هو H 2 على 2M ويفلنس بور 2 الفي والوافلنس انفرز هو عايز ويفلنس 1 على ويفلنس 2 بس احنا عليها بور 2 انفرز يعني V1 على V2 عشان اشير بور 2 هحط روت هنا V2 ب8000 وV1 ب2000 تحت الروت اتطلع لاجابة 2 over 1 وتشوف the following graph present relation between energy of the photom in the radiation from black body و wave lense العلاقة من wave lense واي حاجة في الدنيا inverse وهتختار ده لان ده هنا كان blank وده هنا كان radiation intensity ما كان energy from the figure spectra 1 و spectra 2 هم مين لو glowing hydrogen طالع على spectrometer او laser طالع على spectrometer هو لو كان اي حاجة تاني غير الhydrogen كنت اختار continuous بس الhydrogen احنا قفلنا عند one electron فهيدينا هنا ورقة عليها خط واحد والليزر برضو monochromatic يعني هي بخط واحد فالتنين هيبقو linear figure present relation between intents of x-ray radiation produced from college tube operated potential difference v and wave lens on increasing filament current and potential difference ما بين الكاثود والانود هي potential difference بين الكاثود والانود كان بتغير دي اما هتزود ها كان wave lens 1 لازم تقل طيب wave lens 2 3 كانوا بتغيرو بتغيرو material فا ما بتغيروش و radiation intensity كانت بزيد بالزيادة current بتاع filament يعني الإجابة c first difference between two laser ray after reflecting كان 2 boy best difference بكام طبعا احنا عالفين ان best difference حاجة multiply first difference هو بمدي حاجةك phase difference ب 2 buy هنا wave lens على 2 buy شيل phase وحط 2 buy 2 buy تروح مع 2 buy بقالك one wave lens اللي هي الإجابة b figure show production of hologram by using laser قال لك مين reference race هي reference race بتاعتك ايه لانها كلها كانت coherent والمعكوس من c برضو كانت coherent فكده a c هم اللي تنصح طيب مفيش a c في c بس تنفع تنفع the figure restrict laser photon production from mixture of gases helium and helium knowing that L2 and L3 are metastable level e2 طبعا في ال neon and e3 في helium which transmission cause laser photon emission طبعا الليزر هيطلع لك اما ده ينزي من e2 e1 اللي هي transmission 2 which is the following simple electric circuit in the choices represent combination of opposite logic gates طبعا لو حطينا هنا 1 1 and هتطلع 1 and هتطلع 0 فلو الاتنين مقفلين اللمبة مش هتنور لان الكرة متعمش كده هنا لو الاتنين مقفلين اللمبة هتنور هنا لو الاتنين مقفلين اللمبة مش هتنور يبقى احنا دوقتي circuit تو بالنسبال بخ هنا يبقى فوربخ طيب نجرب ايه تاني في circuit 1 و circuit 3 نجرب 0 هتطلع 0 بقى كده دي تتنور 0 يعني مفتوحين فكده اللمبة هتنور هنا 0 0 مفتوحين فاللمبة مش هتنور يبقى احنا circuit 3 بس اخد بالك circuit 3 دي جابة كم اجابة بي according to the given figure resistance of diet in case of forward 2 وطبعا في حالة reverse هي infinite which of the following choice is correct answer to obtain largest consumed bar في 3 3 2 ويبقى معايا هنا R وهنا R فيبقى معايا 0 R جنب R يعني انت دي وقت عايز 2 R ولا 1 0 R لو عايز 2 R يبقى 1 و3 بس عايز 1 و3 يبقى 1 و3 هو انت الباور اللي في اللمبة هنحسوم من i power 2 R لان R بتاعت اللمبة احنا الواحد ونص تديك كرانت اكبر عشان الكرانزيس ستنين اكبر يبقى انا لو قفلت التلاتة سيركيت همي معايا كرانت اكبر همي معايا باور اكبر يبقى تختار اول اختيار ترانزيس سيركيت الكرانت في الاميتر كان 120 مرة من البيز يعني اي اميتر لو 120 اي بيز كان بوان عايز الالفا بكام هي الالفا اي سي على اي اي احنا جبناها ب120 باستوى 120 امبير ده رقم عشان نعرف نعود والاي سي كده كده قانونها اي اي مينس اي بي يعني 120 مينس واحد يعني 119 لو عملت 119 على 120 اتلع لك 0.99 which graph from the choice illustrate relation between electric conductivity of pure semiconductor crystal وكبر وير لما temperature تتغير اجين هنا temperature عند x اما temperature تزيد هو بيسر على conductivity اما temperature هزيد ال pure semiconductor وconductivity بتاعته هزيد لكن الكبر conductivity بتاعته هتقل يبقى دا يزيد ودا يقل يعني الاجابة بي انزل electric circuit تفزي في 40 meter وانزل slider وفي زي الريوستات عند اي 12 فولت وهو عند اي رزي السنزي كل امكتش موجودة وده اري 12 فولت يعني احنا ممكن نجيب الكورنت اللي كان ماشي هنا ال i v على r 12 divided 5 هتطلع 2.4 امبير نكتبها بس بخط حلو كده معلش دا current لما الـ slider تحرك لpoint b r 3 لما تحرك لpoint b يعني هنا بقى في resistance r 3 طيب نقدر نجيب current برضو a v على r v 3 والcurrent 5 هتطلع 0.6 امبير عايز الـ value بتاعت الريستاد بكامل احنا في الحالة الاولانية المكانت دي مش موجودة كان معانا دا 12 وكان معانا current 2.4 يعني vb تعتبر 12 volt ساعت هتقول لي لي هقول لك لان ما كان شيف فيه في circuit غير ده يعني حتى لو انت جيت تحسب vb هتقول دا i r plus r i 2.4 5 وده ب0 كده كده r internal فهتطلع لك في الاخر كام 12 volt برضه طيب لكن دلوقتي اما بقى معانا resistance تاني وcurrent اقل انا اقدر اقول ان vb equal i r total plus r internal vb كده كده ب12 current كان ب0 6 r internal ب5 plus r معرفاش وكده كده مافيش r internal هتطلع لك resistance ب15 following figure which wire material has greatest conductivity as the symptom breacher يعني اهل resistivity طيب resistivity equal r a على l فهنا r ب4 و area area بربع والl ب2 هتطلع لك half هنا r ب3 و area دي مش area ده radius sorry فنرجع نعيد تاني هنا resistivity هتبقى r ب4 وهنا area كان by r square يعني هنعمل quarter power 2 على lens هتطلع الاجابة 1 over 8 هنا r ب3 وهنعمل half power 2 على lens 4 هيتطلع 0.1875 واول واحدة 0.125 كتبناها برضو decimal هنا r 2 و radius 1 power 2 على 5 هتطلع 0.6 هنا r 3 و radius 2 power 2 على 2 هتطلع الاجابة 6 1 احنا عايزين اقل resistivity واحنا منحسب resistivity 0.125 اقل resistivity واعلى conductivity current intensity i passing through coil محطوط magnetic flux dnasty اسمها b وقالك الcoil عمل angle 60 مع direction magnetic flux value double moment اربع مرات من value تحت torque يعني double moment اربع مرات من torque عايز value تحت magnetic flux dynasty كام هو canon torque b ian lmd وهو lk n coil angle 60 يعني cos 60 طيب احنا مع lmd باربع من torque وهادي torque وهادي b ما نعرفوش هنشط بالترك مع الترك هيبقى عندك 1 equal b multiply 4 multiply cos 60 هتطلع torque b half wire x carry electric current i blessed in different magnetic field as shown in the following figure which of the following shows present correct arrangement of the value of magnetic force act on wire according to figure و احنا عارفنا ما ينبقى جوه solenoid او wire جوه coil دول معلهم ش force يعني 1 و 4 add بعض وهم الاثنين بزيرو 1 و 4 add بعض ومفروض هما الاثنين بزيرو الاثنين الفورس كانت 2 10 power negative 7 i 1 i 2 common length at distance فهنا i and i add i and i but the length المشترك here اكبر من length المشترك هنا والمسافة واحدة اخد بالك درامة length يبقى 2 اكبر 2 اكبر من 3 1 2 1 4 on zero و meter circuit in the figure when another resistance is connected to the non resistance rx in series pointer deflect 3 over 5 من scale جلب رم عايز value connected resistance احنا متعودين دايما بنمسك الرقم اللي هو 3 over 5 نشقلبه بقت 5 over 3 و minus 1 بقت كام هتبقى 2 على 3 كده rx equal 2 3 و 4 meter تعال كده نكتبه في مكان فاضي شوية rx 2 على 3 r meter d و d و d هما r meter اللي هي 5 1 و 3 يعني كام 5 3 8 1 يعني 9 إنما rx هي rx اللي هو عايز يركبها و ما تنساش ان معاك كمان 1 rx يعني اللي انت هتركبها هنا اللي انت ما تعرفهش ودي هما اللي 2 rx ها سو عايز اللي هتتركب بكام اعمل ده شفت solve هتطلع لك اللي جاب 5 you have dc motor consist of single coil that start its rotation from position parallel to the line after rotation 60 في اتجاه كلو كويز اينا هيحسن الترك هيفضل ثابت طبعا استحالة فرس bc نص maximum والترك root 3 على 2 من maximum دول انا لازم احسب هم لكن لو جيت للاخيرة الفرس a b remain constant اه احنا قولنا الفرس اللي هنا maximum والفرس اللي هنا maximum مهما ان كانت الانجل بكم في اخر اجابة فانا مش مستاهل احسب bc وما صح ولا غرض شون جراف present change of magnetic flux intercept dyno of 200 turn in instantaneous emf is produced after 0.1 millisecond the time from zero position بكم قانون emf instantaneous هو mba 2 by f sine or cosine 2 by ft 0.1 ده اللي هو التي اللي معنا فنعرف نجيب frequency اه لان احنا ربع لفة خدت 2 millisecond يعني product time هدرب 2 في 4 بقى millisecond والmilli time 10 power negative 3 فنقدر نحصل frequency وانا product time يعني وانا على 8 في 10 power negative 3 يعني frequency 125 طيب الان معنا 200 وال b في ايه ب2 بس 2 مايكرو خد بالك يعني 2 10 power negative 6 وانا 2 وانا b 3 14 و frequency 125 احنا لسه مشاهدنا sign ولا cosine 5 مدق من maximum يعني من perpendicular يعني mf هيبدأ من 0 واحنا ما يبدأ من 0 من السادم sin يبقى احنا تمام نكمل بالsine باي دي امعلم 180 او هدحك عليك وانا 125 وانا time 0.1 ميلي يعني time 10 power negative 3 او هتنسى حاجة من دول على الكالكوليتور هتطلع لك الاجابة 0.0246 الى approximately 0.025 opposite figure inductive coil negligible resistance if الربع ال coil is cut وال rest of the coil connected without changing any other factors احنا نبدأ كده tan theta هنا drl circuit xl r xl xl by fl r طيب عايزين ناسب tan 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 الاولانية سهلة ليه لان xl كانت ب r فكده انت كانك بتعمل tan واحد فالانجل الاولانية كان من نسبها لك 45 دلوقتي هو قال لك الربع اتقطع والباقي توصل يعني انت عندك اللينس بتاع coil بقى 3 over 4 ده lins 1 بدل ما كان lins بواحد وبرضو عنك number of turns بقى 3 quarters لو ال number كان ايه كان بواحد احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل لxl xl كان 2 by fl والl دي اللي هي man square على lins ده ما اتغير ده ما اتغير ده ما اتغير ده ما اتغير ال n والl بس اتغير قلنا دي بقى 3 اربع بس square وده برضو بقى 3 اربع يعني يكن xl بقى 3 اربع xl الالانية يعني دلوقتي لو جيت اعمل tan cita التانية هعمل xl الالانية اللي هي 3 اربع ال r على 1 r يعني كان اعمل shift tan 3 اربع هتطلع لك cita 2 ب 36 point 8 69 هو بيقول لك decreased by cam فما تعمل ده ما ينس ده هتطلع لك ان اللي جاب 8 point 30 from بتاعت التالك to force بتاعت السورس equal كام هو هنا كان 0.4 و 0.2 يعني 0.6 henry وتحت كان 0.3 henry يعني يعتبر المفروض current هنا ايه ركتب current هنا فوق هيبقى ال xl اكبر من x تحت او double xl اللي تحت يعني و current احنا عارفين ان هو كده inverse يعني ده مفروض يبقى 0.4 يعني current 0.2 0.4 اللي هو يبقى 0.6 ampere عشان نجيب v total عايزين i total في xl total طب i total 0.6 منحسب xl total ازاي to by fl total من يبقى لازم نجيب l total اللي هي 0.6 0.3 دول نعملهم multiply على plus 0.6 plus 0.3 ونطبل ازاي فوق و plus تحت هتطلع لك 0.2 اما نعمل 2 في by frequency في 0.2 هتطلع 200 اما نعمل 0.6 في 200 هتطلع 120 figure present 2 capacitor 1 2 capacitor 1 charged 60 micro column و capacitor 2 can un charge after closing switch k which of the falling choice present the charge of the capacitor 1 2 اما نقفل ده بقت دي دلوقتي q total اللي هتتوزع هنا وهنا وهتتوزع حسب capacitors يعني 60 micro column هتتوزع حسب ان ده معاها 1 c وده معاها 2 c يعني هنوزع ل3 c microsoft application 2 60 120 120 لو عملتهم divided 3 هتطلع 40 وده يطلع لك 20 يبقى q1 20 وq2 40 order to examine virus 20 nanometer ده كده الويف لنس بتاعته potential difference v is used to examine another virus 15 يعني ده wave lense 2 هنستخدم potential difference cam or must increase or decrease cam طبعا الويف لنس قلت يبقى لازم potential difference نزيد العلاقة اللي احنا لسه كنا كتبانها في قانون فوق اللي هي h square على 2m wave length square equal ev فكده wave length 1 bar 2 على wave length 2 bar 2 وهادي v2 على v1 wave length 1 بعشرين square ودي ب 15 square هنحط v1 و هنزيم v2 هتطلع لك v2 ب 1.7 كتير كده وإحنا عملين v1 ب 1 خب بالك increase by يبقى نختار 0.078 اللي ما نعملهم ايه minus بعض photon hit electron in the ground state of hydrogen atom as a result the electron moved from excitation energy level n which of the choice express the incident photon wave length احنا كده معانا photon ومعانا work function ومعانا kinetic energy ولا لا لا دي مش photoelectric ده hydrogen atom و excitation عادي طلع من level 1 k l m n level 4 اللي اني دي level a 4 يعني هنعمل e higher minus e lower وعايزين wave length ويبعدش c على wave length وبعد تنسى e ادي negative 13.6 على كم على 4 power 2 minus negative 16.6 على 1 power 2 ال h حضرتك حافظها 34 و c time 10 power 8 e 1 point 6 10 power negative 19 10 هيتلعلك ال wave length وبالمتر على طول اخر اجابة 1 ثرو transferring electric energy from power station which potential difference عندها 25 10 10 power 3 يعني ده الفي ستيشن 25 10 power 3 volt using ideal transformer وده طبعا استباب ولا دون ده احنا بنعوزه عشان نقلل الكورنت ونزود الفي فهو استيب up potential difference at one of the transmission wire power sorry towers كان الفي بتاع هاب 132 في 10 power 3 volt ده عند الطاور عند البرج ده if the cables resistance between the tower and the transformer اللي هي الوير اللي انا لونته ده 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 الوقتي the resistance بتاعته 7500 ohm والcurrent اللي ماشي فيه بـ 2 ampere I want potential difference في secondary coil طيب potential difference في secondary coil يعني هنا الناحية ده انا ممكن اجيب potential difference بين النقطة دي والنقطة دي ازاي لان الفي اللي هي potential difference equal ifr ال i بـ 2 وده 7500 يعني تطلع 15000 volt potential difference بين النقطة دي والنقطة دي 15000 اكيد النقطة دي والcurrent ماشي كده هي اعلى من النقطة اللي هناك بـ 15 يعني كده potential difference اللي هو عايزه عند السكن دي هنعمل الـ 132 power 3 دي بلاس الخمستاشر الف هتطلع الاجابة 147 وجنبها تلت صفار اللي هي ممكن تكتبها 10 power 3 volt او كيلو فولت عايز current passing في الـ primary طبعا احنا معانا ده ideal يعني v secondary على v primary equal i primary على i secondary v secondary ايسا جايبينها اللي هي 147 في 10 power 3 v primary اللي عامد ده انه 25 دي i secondary بـ 2 وإحنا عايزين i primary shift solve هتطلع i primary 11.76 ampere monochromatic light الـ frequency بتاعته بكذا يبقى ده الـ photon وهي على كاسوده photoelectric electron بماكسام كياتيك انرجي 1 electron volt دي كياتيك انرجي جده وان انا نظر light frequency بتاعته x following the same cathode photoelectric maximum kinetic energy بعد 0.83 بدال 1 calculate the light frequency x احنا عندنا energy of photon equal work function plus kinetic energy بتاعته الالكترم ممكن اودي kinetic energy النحاء التاني و- photo energy of photon minus kinetic energy equal work function work function ثابت لان نفس photoelectric يعني energy فوتون الاولاني minus kinetic energy الاولانية equal energy الفوتون التاني minus kinetic energy التاني معانا h في frequency هنا الاولانية و- kinetic energy الاولانية نفس الكلام هنا h في frequency التانية minus kinetic energy التاني اله 6.625 times 10 bar negative 34 frequency الاولانية 6 10 14 kinetic energy الاولانية 1 بس اخد بالك دي الالكترم فولت فلازم تضربها في نفس الكلام الناحية التانية اله 6.625 10 bar negative 34 الfrequency دي احنا عايزينها اللي هي اكتبها في x على calculator و- kinetic energy بردو الالكترم فولت هتضرب 1.6 time 10 bar negative 19 هتطلع الfrequency 4.5 time 10 bar 14 هرتز لو في حاجة مش واضحة في الانتحان ده ابعتولي ع الواتساب او سبولي كومنت سلام عليكم